شنو مصفى ب 6 مليارات يعطل بعد ما مشتغل والله ما يعرفي حقنا بارو حقنا بمي غير حقنا هو غير حقنا بالمصفى هو شوف الله حق وحدة تحسين بانزين بالمصفى معطلة عمدا تحتزلها 400 مليون ما قبل نصرحوها وحدة تحسين بانزين مصفى دورة معطلة عمدا مشتعل بصفى كربلاء مصفى كربلاء الدمار الشامل حقنا وماء لا حقنا وماء بالمصفى ماء المفروض ماء آره خاص للمبادلات حقنا وماء عادي يعني ماء الإسالة العادي والآن شوفهم عطل المجلس المصفى المبادلات حقنا بها ماء يعني مثل نقول باللغة العامية ماء خابط الشركة الكورياء مشكلة في مصفى كربلاء عمدا نعم تم تخريب مصفى كربلاء عمدا الآن هو شبه المتوقف فهي عملية متعمدة تم تدمير وحدة تحسين بانزين تم مصفى كربلاء ثلاث رؤساء وزراء افتتحوها رئيس وزراء عادل عبد المهدي فتح الكاظمي فتح مصفى كربلاء السوداني فتح مصفى كربلاء وزير النفط السابق فتح مصفى كربلاء وزير النفط الحالي فتح مصفى كربلاء اذا رئيس وزراء يفتح مصفى كربلاء لماذا يتعطل مصفى كربلاء بس قل لي يا الحقن وحدة تحسين بانزين بالنجيف متعطلة يا الحقن بالماء الملوث مصفى كربلاء الشركة الكورية لولد اصحاب المصفى يا الحقن بالمبادرات لحد الآن من الحقن الآن اكون تحقيق من الحقن اكون الآن تحقيق في هذا الموضوع يعني اللي يوقف مصفى كربلاء نفسا اللي يوقف وحدة تحسين بانزين في البصرة ووحدة تحسين بانزين في الدورة ووحدة تحسين بانزين بالنجف ووحدة تحسين بانزين بالسماوة ووحدات تحسين بانزين كلها معطلة عمدا وهذا على سبيل المثال العقد المبرم بين شركة سيسكو وشركة مصفل وسط منذ 2009 ولحد الآن وحدة تحسين بنزين بالنجف تم سرقة 98 مليار ولا توجد تحسين بنزين والأموال سرقت وهذا التحقيق أنا متابع هذا التحقيق في هذا الآن وزير النفط يقول هناك تحقيق على موضوع اختفاء 93 مليار في وحدة تحسين البنزين في النجف العشرف ولحد الآن ما موجود الوحدة شغلة متعمدة تسمعني استاذ هذا يقول لك حتايا وزارة النفط ورئاسة الوزراء السلطة التنفيذية تسمعني أقول لك حتايا هو أمام الرئي العام كله أقسم بذات الله أقسم بكل حرف حرف بالقرآن الكريم دول اللي حقنوا النوزلات بمي مال نهر ومي ملوث هو أعطله أقسم بذات الله المبادلات المبادلات له أنا مسؤول لاحقنا بالمصفة هو أسوي لقبر بالمصفة هو أكتب عليه هذا عميل الأرجنتين وخائن مع سبق الإصرار والترصد ما أخليه بات للصبح مصفة كربلة أكثر من مليارين ثلاث مليارات عن السعر الدولي من ذاك اليوم إلى هذا اليوم والآن يحقن ويعطل ويقول لي سنقيم لجان تحقيقية على مصفة دوره غير أحقنا هو غير أحقنا بالمصفة هو أشوف الله حق شنو الإجنة تحقيقية صالك مربع ستين أو المصفة كل ما نجي نسوي غاز لازم يخرب الغاز لازم يخرب الغاز لأنه العملاء والجبناء والخوانة ما حد يقدر يقولهم على عينكم حاجب أما نخسر ستة وسبعة مليار نجيب غاز من إيران لا ما يشتغل مصفة أبدا ما يشتغل وظلوا بهذه السؤال وقودوا لكم شعب بهذا المستوى أريد أسألك سؤال في قضية مصفة كربلة وجاوبني عليها السيد رئيس الوزراء خلال هذه البدايات نعم أو لا جهدا كبيرا لغرض إخراج غاز المصاحب حتى ننتهي من الطلابة الجماعة من إجوا ووقفوا هذا المصفة أرادوا يوصلون لرسالة ترى مو كيفك إحنا موجودين غاز ماكو استيراد أكو حتى تبقى حصاصهم ونسبهم هاي كانت الغاية من الرسالة لأن الرجل يسوي غاز نعم أما عصابات نعم عصابات الجريمة المنظمة عصابات الجريمة المنظمة في القطاع النفطي موجودة مثلا وصلنا وصلنا كتاب من شركة نفط الشمال موجود عندي إنه لا يزال شركة كار تقوم بالاستيلاء على بعض حقول الآبار في كاركو كلها تقوم بالتهريب النفط وشركة كار مثلا لديها أعمال في النجف وكربلة وفي البصرة والأعمارة وبغداد لديها عمل كثير فبالتالي هناك سرقة منظمة وهناك تحقيقات كثيرة تخص على سبيل المثال هناك يعني الآن مجموعة من المعامل المعامل الوهمية التي تقوم بصرف مشتقات نفطها ولا وجود لها في بعض المحافظات إن شاء الله في الحلقة القادمة أقدم لك بيانات واضحة واضحة جدا أنا ما أسمعت إلى الآن السيد معالي وزير النفط ما هي الإجراءات التي ستتم على مصف صرفنا عليه ستة مليار وصار لنا خمس سنوات نص من عدة في إيران صار بثلاثة بأربعة مليار إحنا الله منتقم من عدنه بالرقم أعلى بالإنتاج أضعف وهو التالي متالي جريمة العصابات عصابات الجريمة المنظمة أتعطل المصف ووزير النفط يظل بيا دولة هاي بيا قانون كن بالعالم سيارة ما المدرسة تنقلب الوزير يستقيل شنو مصف صف مليارات يعطل بعدها ما مشتغل والله ما يعرفي حقنا بارو حقنا بمي قلت صدق تحشون ساكتين على هاي الجرائم وزير يظل بمكانة دولة الظنائمة على على فلوس ناس مليارات الدولارات على مدهاية الشلالية القدرة تاخذ نسب مالة الغاز أستاذ هادي والله نقلب البرنامج ما نعريهم والله أستاذ نحن عملنا مستمر وهذا كل جهودنا مستمر بالأدلة والبراهين وإن شاء الله لن نيأس وعدنا عمل إن شاء الله مستقبلي وسنستمر بالمتابعة وإن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله سنقوم بتوضيح أكثر لهذا الموضوع أنا أشكرك والله بارك الله بيك أستاذ هادي يعني هناك أنا أشكرك بارك الله بيك لكن يا معالي وزير النفط يا أخوان واضحونا هاي الأسباب ترى مثلت من ربنا مثلت ولا مثلت نعم أستاذ هادي عسر يارجوك نعم الموضوع تعطيل المصافي والاستيراد الغاز واستيراد القاز وتعطيل المعامل الصناعية ومعامل المصافي في العراق متعمت هناك أساطيل ومصافي خارج العراق تابع الأحزاب بشراكات مع الدول المجاورة بعض الدول المجاورة قامت بإنشاء مصافي بالتنسيق مع الأحزاب الحاكمة ويقومون بتصدير البانزين من العراق طبعا أنا أشكرك سيدا هناك مصالح فبالتالي عملية تطوير المصافي في العراق نعم أنا أشكرك الوقت خلص لكن أعود إليك بحلقات أخرى وخصوصا بقضية المصافي أعضوا مجلس النواب العراقي من النجف الأشرف السيد هادي السلام شكرا جزيلا لكم